الناخبون الأوكرانيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في انتخابات محلية يأمل الكثيرون أن تحمل الاستقرار للبلاد التي تعاني الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش بوروشينكو تعهد بصلاحيات أكبر للسلطات المحلية ربما ذلك كان صحيحا لقد عشت حياة طويلة صوت خلالها في العديد من المرات لكن الآن لدي اعتقاد أن لا شيء يعتمد على الناس فالأموال هي الشيء الوحيد الذي يقرر في النهاية كافة الأمور هكذا تقول هذه الناخبة 29 مرشحا يتنفسون على رئاسة بلدية العاصمة كييف بينهم رئيس البلدي الحالي والملاكم السابق فيتالي كليتشكو الذي تتوقع استطلاعات الرأي إعادة انتخابه الانتخابات الحالية لن تجري في منطقتين دانسك والوهانسك التي يتقاسم السيطرة عليها الانفصاليون الموالون لروسيا والقوات الحكومية كما أن مدينة ماريوبول أكبر مدن منطقة الدنباس التي لا تزال تحت سيطرة كييف أرجعت فيها الانتخابات بسبب غياب بطاقة الاقتراع في أزمة أرجع الرئيس الأوكراني لأفعال من أسماهم بالمعارضة الموالية لروسيا والرغبة في نصف الانتخابات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر